السلام عليكم الإخوان حياكم الله معكم أخذي لكم علي فريش دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم خبر مهم الإخوان سوف يصفع جبهة سو البوليزاري والجزائري تم الإعلان على مشروع الطاقة الكهربائية يربط بين المغرب وموريتانيا وكذلك دول غرب إهريقيا وهذا دخل في إطار المبادرة والمشروع اللي اطلق صاحب الجلال الملك محمد السادس صلى الله اللي هو التعاون بين المغرب وباقي دول الساحل بالأخص فيما هو اقتصادي واستثماري ووضع منفذ خاص لدول الساحل يوصل حتى المحيط وكذلك عرفوا هاد دول الساحل بمن فيها مالي والشاد والنيجر وبوركينافاسو عندها مشكل كبير هو منفذ نحو المحيط استغلوه في الصادرات وفي إطار نفس المشروع ونفس المبادرة يطلقها صاحب الجلال ملك محمد السادس نصر الله اكد رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في المغرب عبدالطيف برداش أن المغرب وموريتانيا اعتزمان اطلاق مشروع خاص بشباته للطاقة الكهربائية وكذلك مع دول غرب إفريقيا عندنا دول الساحل عندنا دول غرب إفريقيا وبالتالي المغرب في إطار دخول إلى مشروع ضخم استثماري بين المغرب وجميع الدول إفريقيا سواء دول الساحل سواء دول غرب إفريقيا وحقيقة هذا الخبر أنا نقلته من أحد عناصر البوليزاري اضبرت عناصر البوليزاري الحاملين الجنسية الموريتانية والتي تكلموا بصفتهم الموريتانيين يتناقلوا هذا الخبر بينهم وهم في قمة الغضب رافدين رافد التام على أن المغرب وموريتاني يستطمروا في ما هو كهربائي وبالتالي ربط المغرب مع موريتاني بأسلاك كهربائية عالية الضغط فوق التراب سماه التراب الصحراوي المحتل وهذا حقيقة ما هو أول مشروع في نفس المجال يربط المغرب بموريتانيا سبق قبل سنتين من الآن كان مشروع تابع الاتصالات المغرب هو كابل يربط بين موريتانيا والمغرب كابل فيبروبتيك هذا المشروع التاني وهذا دخل في إطار المبادرة يطلق صاحب الجميل ملك محمد السادس نصره الله في إطار التعاون مع دول سحل أسلاك كهربائية ستمر فوق أراضي الصحراء المغربية وستقطع موريتانيا وستصل إلى باقي دول غرب إفريقيا وهذا مشروع استثماري دخم سيستفيد منه موريتانيا والمغرب وباقي دول غرب إفريقيا بالنسبة للمشروع اللي كان عرفه كاملين وهي المبادرة التي طلق صاحب الجميل ملك محمد السادس نصره الله التعاون الاقتصادي مع دول الساحل أكيد ومؤكد سمعتنا أخبار كي تدولوها أني أشخاص متقربين صنع القرار أنه المغرب ودول الساحل في إطار يعني التنفيذ مشروع يربط هذه الدول مع المغرب وصولا إلى ميناء العيون أو ميناء الدخل عفوا هو عبارة عن طرق صيار وسيكة حديدية لنقل يعني ما هو خام من معاد وما إلى غير ذلك حياكم الله ويحي الشعب المغرب العظيم